رقم الاول كان رقم اتنين قصة شهيدين الشهيد واقل كمال بطل بديد من ابطال اللي بيتحطى اسماءهم في قائمة الشرف وقائمة البطولة والعزة المصرية يعني ايه رقم اتنين وايه مدلوله لما اتصلت او اجريت اتصالات شخصية ببعض دقائي من القوات المسلحة في شمال سيناء دفعتي يعني ناس علاقات من الطفولة يعني عدت اسأل هو ليه ليه واقل كمال والمانسي فيه ايه عرفت ان دول عارفين مش في حاجة اسمها توقم روحي مش في حاجة اسمها اتنين سبحان الله بيبقى ربنا كده كتب مصيرهم مع وعد دول كانوا المانسي البطل العظيم واقل كمال الاغرب ان واقل كمال امبارع او يعني ليلة استشهاده الساعة 11 بالليل اتصل بواحد صاحبه قاعد يحكي معي يقول له المانسي وحاشني وحاسس ان رايح له قال له متقولش كده ومش متقولش كده وكان بيتكلم بمنتهى السعادة واقل كمال كان متفق مع كل الناس ان هو يا جماعة لو سمحتم اتفنوني مع المانسي ايه الجب ايه العظمة دي ايه البطولة دي ايه الشجاعة والاقدام ده والله يا جماعة الناس دي في حتة تانية خالص حقيقي الناس دي في مكان ووصلوا المرحلة من الشجاعة والاقدام والبطولة في حتة تانية خالص انت لما تقف قدام الناس دي تقدر بتعظيم سلام وتبصلهم لفوق جدا لان هم فعلا فوق واقل كمال كان مستعد ومنتظر وبيتمنى الشهادة عشان يلحى احمد المانسي واقل كمال اسم في قايمة لازم نكتبها بحروف من دهب انا غير راضي اطلاقا شخصيا وكمواطن عن القيمة المعنوية اللي مازلنا برضو بنديها للشهداء اه الدولة بتحاول واحنا بنحاول ولكن لسه بدري جدا امريكا قاعد عملت 500 مليون فيلم من نفختنا برامبو ومش رامبو وكلها اصلا ابطال وهميين وغير حقيقيين انت عندك ابطال زي المانسي وزي واقل كمال لازم يتعامل لناس دي افلام لازم حمزة المانسي الطفل الصغير ده اللي وقف اللي هيقف عند الكوبري بكرة يفتحه باسم المانسي يفضل عايش في فخره وعزة طول عمره بدل مامشي في كوبري اكتوبر ولاية عميد النور عليها اعلان فيلم علمني العبو النبي احمد واغنيت مش عارف مين الجديدة والمطربة سوكا والمطربة حوكا والهابل اللي احنا عايشين في ده لازم الاقي صور الابطال دول على طول كوبري اكتوبر لازم كل مواطن يحفظ نبيل فراج ابو شقرة المانسي والكمال الاسماء دي لازم نحفظها كلنا زي ما جلنا تربع على عبدالعاطي صائد الدبابات الجيل بتاع النهاردة لازم يحفظ الاسماء دي لازم يجلها ويقدرها ويمشي لازم يتعامل عنهم افلام وتمثليات كفاية عبده موتى وكفاية عشوائيات وكفاية الصورة القبيحة اللي منطلها عن بلدنا خلينا ناخد الناس دي فعلا مثل والله هتجيب ارقام انتو خايفين من ايه ما فيلم احمد از الاخراني كسر الدنيا وكان قصة شبيهة بكده ما تدوني افلام من دي اتمنى ان الشؤون المعنوية تاخد خطوة في الاتجاه ده ويعني لازم عندنا ارشيف للناس دي لازم افضل حافظ اسم احمد المنسي وقل الكمال والناس دي مدى الحياة ويخلدوا محطات اوتوبيسات محطات مترو شوارع لنا توقف مش هتديله كبري واسكت لازم يفضل اسماء الناس دي في السماء كده فوق معروف الناس دي ضحت بنفسها عشاني وعشانك